سبعة وعشرون عاما مضت لثاني من أغسطس عام تسعين تاريخ محفور في الذاكرة سبعة أشهر قدم فيها الكويتيون تضحيات ليبقى الوطن وفي مكتب الشهيد قصص وحكايات لبطولات أبناء الكويت نستعيد ذكرها كل من أعطى قطرة دم لهذه الأرض الطيبة يفترض أن يدخل في كوكبة الشهداء ويخلد فعليه عندنا لليوم 14 جنسية غير الجنسية الكويتية نقوم على رعايتهم نتواصل مع أسرهم نقدم لهم الرعايات المتكاملة إن كانوا داخل الكويت إذا خارج الكويت نحاول أننا دائما نكون على تواصل بيننا وبينهم وإن كانت لهم بعض الحقوق المادية نحاول توصل لهم طبعا كأنهم موجودين داخل الكويت الرعايات طبعا متعددة ومتنوعة أهمها أنها تاخذ الجانب الاجتماعي تشملها بكل جوانبه ابتداء من توفير السكن المناسب متابعة الأبناء في المدارس تقديم الرعاية النفسية تقديم الرعاية الصحية بالإضافة لما يقدم طبعا من مؤسسات الدولة هنا في مكتب الشهيد رد جميل لشهيد وذويه شهيد يبقى حيا في ذاكرة أهل الكويت رعاية واهتماما لأسرته يوم 2 ثبانية إحنا كمكتب شهيد نحاول أن نبث داخل المجتمع شكل كامل كرسالة أن تقول للناس كلها هذا يوم التحدي هذا يوم العطاء إحنا ما ننظر للجانب السلبي ننظر للجوانب الإيجابية فيه وعليه أكيد لازم تقول لنا مساهمات ومشاركات بالتعاون بيننا وبين أكثر كثير من المؤسسات الموجودة في المجتمع لأنه شهيد شهيد المجتمع مو بس شهيد مكتب الشهيد علينا يتم التنسيق والتنظيم بيننا وبين بعض المؤسسات ليقامت بعض البرامج للتذكير في هذا اليوم وفي بطولات أبنائنا صورهم تزين جدرانا وذكراهم خالدة بدفاتر التضحيات حضنوا درعب وطنهم بقطرات دم سالت فداء للكويت